تاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جونج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجي وتوفير الفرص الواعدة للجزب الاستثمارات وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه الرئيس السيسي بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين حذر وزير الخارجي يسمح شكري من أي محاولات جديدة داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرارات لا تتضمن مطالبات بوقف إطلاق النار للحلولة دون انزلاق الأوضاع لمزيد من التدهور الذي قد يقود المنطقة إلى منعطف خطير وطالب شكري بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والوقف الفوري لإطلاق النار وأطالبكم اليوم قبل فوات الأوان وباعتبار المجلس أعلى هيئة سياسية معنية بحفظة الإمن والسلام الدوليين بالعمل على الآتي أولاً الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط ثانياً وقف كافة الممارسات التي تهدف إلى التهجير القصري لأبناء الشعب الفلسطيني إلى أي مكان خارج أرضه وبما يمثل خرقاً جسيماً لقانون الدولي الإنساني ويرخى إلى جرائم الحرب ثالثاً توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني الأعزل رابعاً ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية كخوة قائمة بالاحتلال خامساً التوصل إلى صيغة ملزمة لإنفاذ تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أعلنت مصر دخول الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد تسلمت دفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية المقدمة من نظيره المصري وتحتوي الشحنة على عشرين شاحنة بها أغذية وأدوية ومستلزمات طبية ولفتت جمعية الهلال الأحمر المصري إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني بالتنصيق المستمر والتواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة لقطاع غزة مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة وصلت إلى ميناء رفح البري قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري التي وجه بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والمشروف العام ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري لدعم وإغاثة الأشقاء في قطاع غزة وتضم القافلة ثمانية عشر شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية مثل المياه والطعام والملابس في إطار حملة أغيث غزة حيث تعد القافلة أكبر قافلة إغاثية يسيرها الأزهر وتأتي انطلاقا من دور الأزهر التاريخي في خدمة القضية الفلسطينية استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامه عدة بلدات بمدينة جنين بالضفة الغربية وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة استشهد ثمانين فلسطينيا على الأقل ليلة ثلاثاء الأربعاء في قصف الاحتلال الإسرائيلي وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى خمسة ألاف وثمانمائة شخصا وثمانية عشر ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر هذا وتتواصل الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة إصابات وجرحة في صفوف المواطنين أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونرو وعنى ستضطر إلى التوقف عن العمل في جميع أنحاء قطاع غزة إذا لم تتزود بالوقود كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش أمام مجلس الأمن الدولي من أنه بدون الوقود لن يمكن إيصال المساعدات ولن تحصل المستشفيات على الكهرباء ولن يمكن تنقية مياه الشرب أو حتى ضخيها انتهى موجز التاسعة وعودة لشازلي ومنا واستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر عودة لكم مرة تانية شازلي ومنا شكرا لك هلا ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم شكرا